يعني أستاذ أياد هل تقصد أن سيد الكاظمي مهما فعل الآن وتفاوض معهم حول التدخل بالشؤون الداخلية وإرسال الأموال والدعم إلى الميليشيات التابعة إلى إيران والتي هي خارج إطار الدولة في العراق لن تنفع؟ هنا طبعاً السهل المهم ليس بالسهل إن كان هناك حديثاً واضحاً وصريحاً بهذا الجانب وكل الجانب ولذلك أنا أرى أن العملية التي سبقت زيارة الكاظم بأيام وساءة وهي زيارة وزير خارجي إيران محمد ضريف إلى بغداد كانت لتعطي بعض المرتكزات والنقاشات التي تحتاجها لا يحتاج وزير خارجية أن يزور بغداد ليبلغ الجانب العراقي بأن هناك أولويات لعلاقات سياسية مشتركة وعلاقة متينة وتوسع في مجال توحيد الرؤى السياسية والإقليمية تجاه المشاكل والأزمات السياسية في المنطقة هذا الجانب وزير الخارجية ما يفعله ولكن هو أتى يتحدث بأمور قضائية ويتحدث بأمور أمنية ويتحدث بأمور اقتصادية ولذلك نرى أن طبيعة البروتوكول الذي قام به وأعلن من قبل وزارة الخارجية أعطى كان لقاه معالد من الشخصيات وسياسية حزبية وقضائية إذن الموضوع كان شاملا وواسع وهذا يبين مدى النفوذ ومدى التدخل ومدى اتساع المشروع الإيراني داخل العراق الكاظم يعي ذلك ويعلم ذلك ونحن قلناها دائما أنه الآن هم يتعاملون مع رئيس مزراء نعم ولكن يعلمون جيدا أنه لا يزال مشرف على جهاز المخاورات العراق بسبق وأن عمل فيه خمسة سنوات ولا زال لحد أن يرتبط به ولا زال لحد أن يعلم مكنونات القرار السياسي وتفاعلاته داخل العراق الجهات المسيطرة الجهات الفعالة الجهات التي تهيمن على جميع وبهذا الجانب سينطلق الكاظمي إلى ضرورة أن يعمل على كما قلت على إنهاء هذه الإملاءات وعلى إنهاء عملية الوصاية اشتركوا في القناة